قالت مصادر في قوى الحرية والتغيير ان الوساطة الافريقية قدمت دعوة الى اللجان الفنية المشتركة من الجانبين قوى التغيير والمجلس لحضور جلسة مباحثات ناقشت الوثيقة الدستورية بفندق كورينثيا وتوقعت انعقاد المفاوضات المباشرة الثلاثاء المقبل وانخرطت التنسيقية العليا لقوى الحرية والتغيير في اجتماع حاليا لبحث الرؤية النهائية للتفاوض حول الوثيقة الدستورية وتتضمن الوثيقة صلاحيات وصلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقارية وينتظر ان يتوصل الطرفان الى نتائج مباشرة خلال التفاوض للوصول الى مسودة اتفاق نهائي حول ادارة المرحلة الانتقالية للبلاد وقع الطرفان على وثيقة الاتفاق السياسي في السابع عشر من الشهر الجاري كشفت قوى اعلان الحرية والتغيير عن توافق بينها والمجلس العسكري الانتقالي على حذف فقرة الحصانة المطلقة في الوثيقة الدستورية التي ستتم مناقشتها بين اللجان الفنية للطرفين مبينة ان اللقاء جوبا مع قيادات الحركة الشعبية الشمال جاء بنتائج ايجابية في احلال السلام في البلاد وقال عضو وفد التفاوض في اللجان الفنية ساطع الحاج القيادي بقوى الحرية والتغيير في تصريح للمركز السوداني الخدمات الصحفية ان المجلس العسكرية والحرية والتغيير توافق على ان تكون الحصانة اجرائية فقط وغير مطلقة لأعضاء المجلس السيادي المنتظر تكوينه بعد الاتفاق على الاعلان الدستوري واكد الحاج جاهزيتهم لبدء النقاش والتفاوض مع المجلس العسكري حول مسودة الدستورية مشيرا الى جدية الطرفين التي يوز العقبات كافة التي قد تعيق مسيرة استكمال اهداف الثورة السودانية موضحا عدم تحديد موعد رسمي لبدء التفاوض حتى الان كاشفا عن مشاورات لتحديد موعد بدء التفاوض حول الاعلان الدستوري ترجمة نانسي قنقر